موسيقى مرحبا بكم مشاهدين الكرام في كوشك الصحافة نطالع وإياكم كالمعتاد العديد من الأخبار في الصحافة اليمنية والعربية نبدأ جولة الصحافة اليمنية من موقع يامن مونيتر جاء فيه مسؤولون عسكري يتهم الحوثيين بإطلاق النار على لجان مراقبة الهدنة في الميدي وحرض في موضوع آخر إيران تعلن دعمها للمشاورات اليمنية في الكويت الشأن العسكري مقتل خمسة حوثيين بنيران المقاومة الشعبية في البيضاء وسط اليمن من العنوين التي جاءت أيضا تفاصيل خبر الانفجار الذي هز مدينة عدن يقول الموقع قال شهود عيان إن عبوة ناسفة انفجرت شمال مدينة عدن عاصمة اليمن المؤقتة جنوبية البلاد استهدفت نقطة أمنية وأضف الشهود ليمن مونيتر إن انفجارا عنيفا هز شمال المدينة جراء انفجار عبوة ناسفة كانت على جانبي الطريق قرب نقطة مصعبين الأمنية خلف منطقة الممدارة في المدخل الشمالي لمدينة عدن والرابط بين محافظتي لحج أبيان الجنوبيتين دون سقوط خسائر بشرية وحتى الآن لم تتبنى أي جهة مسؤوليتها عن تلك العملية نتحاول إلى موقع التغيير نتو الذي ركز على آخر التطورات بان كيمون يحض على بدء مفاوضات السلام اليمنية دون تأخير في الشان السياسي أيضا جاء هذا العنوان الرئاسة اليمنية تقول نطالب المجتمع الدولي باتخاذ إجراءات ضد معطلي عملية السلام في عنوان آخر نقابة الصحفيين تدين ملاحقة الصحفي عبد الحفيظ الحطامي وتوقيف راتبه ذكر الموقع أيضا في التفاصيل اطلاق الميليشيا صاروخا باليستيا صوب الأراضي السعودية وجاء في الخبر أفتت مصادر إعلامية يمنية أن ميليشيا الحوثي أطلقت صاروخا باليستيا من محافظة صعدة شمال العاصمة صنعاء صوب المملكة العربية السعودية وأضف الموقع قال شهود عيان إنهم سمعوا دوي الصاروخ أثناء انطلاقه من بلدة سحار في صعدة معقل جماعة الحوثيين وتابع في التفاصيل يعتبر هذا الصاروخ الثالث الذي يطلقه الإنقلابيون منذ سريان الهدنة قبل نحو أسبوع ولم تعلن قوات التحالف العربي بقيادة السعودية عن إطلاق الصاروخ عن التفاوض وتطبيق الميليشيا والمخلوع للقرار الأممي كتب حسين الوادع مقالا مقتضبا عن ذات الموضوع ويقول الكاتب إيقاف الحرب وتطبيق القرار 22-16 لا يمكن أن يتم دون اتفاق سياسي الحوثيون يريدون الوقف الكامل للحرب قبل أي اتفاق والحكومة تريد التطبيق الكامل للقرار قبل أي اتفاق وهذا ما لا يمكن أن يتحقق لا يمكن أن تتوقف الحرب أو يطبق القرار دون وجود خارطة سياسية واضحة لمراحل إيقاف الحرب الداخلية والخارجية ولمراحل وآليات تطبيق بنود القرار ولمواقع وأدوار ومستقبل كل طرف في الحوار المفاوضات هي نقطة البداية ولا يمكن أن يتم تحقيق كل شيء قبل المفاوضات وإلا انتفت العلة من وجودها فلو كان أي طرف يملك إمكانية التطبيق الفوري أو الوقف الفوري لمحتجنا للتفاوض مشكلة الحوثيين وصالح أنهم يرون أن التفاوض الوحيد المطلوب هو التفاوض المباشر مع السعودية على قاعدة تقديم الضوانات المطلوبة لتبديد مخاوفها وضمان أمنها وليس على قاعدة تطبيق القرار 22-16 أما مشكلة الحكومة فهي تمسكها بالتطبيق المباشر والحرفي لقرار لا تملك القوة ولا الرؤية لتطبيقه مشاهدين نتحول بكم إلى موقع نيوز يمن نتابع أهم الأخبار والعنوين منها اللواء القشيبي يقول سقوط قتلى وجرحى من الجيش والمقاومة في حرد وميدي بسبب استمرار مقاتل الحوثي وصالح في خرق الهدنة إلى الجانب السياسي ولد الشيخ والمخلافي يجتمعان مجدداً لاستعراض نتائج لقاء الوزير بسفراء مجموعة الدول الثمانية عشر عنوان آخر هذه يلتقي قيادات في الحراك الجنوبي ويؤكد السير في مشروع اليمن الاتحادي واهتم الموقع بخبر تضامن الحائزة على جائزة نوبل للسلام مع الطائفة اليهودية يقول الموقع أعلنت الناشطة اليمنية الحائزة على جائزة نوبل للسلام توكل كرمان تضامنها مع الحاخام يحيى يوسف الذي اعتقله الحوثيون بصنعاء منذ أسبوع وذكرت كرمان في منشور لها على موقعها في شبكة التواصل الاجتماعي فيسبوك إن اعتقال حاخام الطائفة اليهودية في اليمن تم مع اثنين من رعاية الطائفة مشيرة إلى أن المعتقلين لا زالوا حتى الآن رهن الإخفاء القسري من قبل سلطات الأمر الواقع في صنعاء وقالت توكل كرمان أيضاً تضامن المطلق مع الحاخام يحيى يوسف واثنين آخرين من الطائفة اليهودية الذين اعتقلتهم ميليشيا الحوثي الفاشية وأخفتهم قسرياً منذ أسبوع الحرية لكافة المختطفين والمخفيين قسرياً في سجون ومعتقلات الميليشيا في اليمن نذهب إلى موقع الموقع نطالع التطورات الأخيرة الجيش الوطني والمقاومة يصدان أعنف هجوم للميليشيا على منطقة العقبة بالجوف الشأن الحقوقي 1477 جريمة وانتهاكاً ارتكبتها الميليشيا بمحافظة إب خلال ثمانية أشهر فقط في عنوان آخر الداخلية الجيبوتية تؤكد إحباط مخطط للحوثيين لتفجير سافارات التحالف العربي في جيبوتي ركز الموقع أيضاً على التفاصيل المعارك التي شهدتها جبهات نهم ويقول الموقع انتلعت معارك عنيفة بجبهة نهم شرق العاصمة صنعاء بين الجيش الوطني والمقاومة الشعبية من جهة وميليشيا الحوثي وقوات الرئيس المخلوع من جهة أخرى وأوضح المركز الإعلامي التابع لمقاومة صنعاء أن ميليشيا الحوثي والمخلوع واصلت خروقاتها للهدنة حيث شنت هجوماً على مواقع الجيش والمقاومة في جبل يام بمدرية نهم شرق العاصمة صنعاء وأشار إلى أن قوات الجيش والمقاومة أحبط الهجوم وأوقع أحد عشر قتيلاً في صفوف عناصر الميليشيا فضلاً عن أسر ستة آخرين وقال المركز الإعلامي عناصر الميليشيا الإنقلابية حاولوا التسلل إلى جبال قرود في منطقة وسط بوادي حريب نهم إلى أن قوات الجيش والمقاومة كانت لهم بالمرصاد حيث نصبت كميناً محكماً لتلك العناصر تمكنت خلاله من قتل ستة وأسر أربعة آخرين ننتقل إلى موفع مصدر أونلاين نقرأ في عنوينه قصف الحوثي بصوريخ الكاتيوشا على مواقع المقاومة في موريس وحملة اختطافات في محافظة مأرب الجيش يستعيد مواقع في هيلان وفريق التهدئة يزور سروح في عنوان آخر جماعة الحوثي تنفذ حملة مدهمات لثلاث مدارس في محافظة إب وتختطف طالباً ومعلماً في الشأن السياسي تناول الموقع تفاصيل موافقة الميليشيا على حضورها مشاورات الكويت ويقول الخبر أعلنت جماعة الحوثي وحليفهم الصالح موافقتهم الذهاب إلى مشاورات الكويت وأضاف الموقع وقالت الجماعة في رسالة التي تلقاها المبعوث الأممي ولد الشيخ أحمد إنها موافقة على الحضور إلى الكويت للانخراط في المشاورات التي تأخرت منذ الاثنين الماضي بسبب تخلف الحوثيين عن الحضور في الموعد المحدد وفي تغريدة على صفحته بموقع التواصل الاجتماعي تويتا أعلن القيادي في حزب المؤتمر ياسر العواضي أن الوفد سيتجه اليوم الأربعاء إلى العاصمة العمانية مسقط ومنها إلى الكويت وقال إنهم سيكونون يوم غد الخميس في الكويت نختم جولة الصحافة اليمنية من موقع الصح ونت نستعرض في أهم الأخبار من صفحتي الرئيسية الأمم المتحدة تقول وفاتوا 24 شخصا وتضرر 49 ألفا آخرين جراء الأمطار في اليمن وركز الموقع على تفاصيل لقاء وزير الخارجي عبد الملك المخلافي بالمبعوث الأممي إسماعيل ولد الشيخ أحمد وجاء في الخبر اطلع وزير الخارجية رئيس الوفد المفاوض في مشاورات الكويت عبد الملك المخلافي خلال لقائه المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة لليمن إسماعيل ولد الشيخ عن نتائج لقائه مع صفراء مجموعة الدول الثمانية عشر وأشار المخلافي السفراء وعلى رأسهم سفراء الدول دائمة العضوية في مجلس الأمن الدولي أكدوا على دعمهم لجهود ولد الشيخ وما يقوم به من جهود لإحلال السلام في اليمن أضف الموقع كما جددوا دعمهم لمفاوضات السلام والمرجعيات المتفق عليها من أجل استعادة الدولة وعودة الشرعية معبرين عن شكرهم وتقديرهم للوفد الحكومي لالتزامه الحضور إلى المشاورات مثمنين هذا الموقف المسؤول والجاد يتابع الموقع أيضا في التفاصيل وعبر الوفد المفاوض عن السلطة الشرعية عن تقديره العالي لدور المبعوث الخاص وللجهود التي يبذلها من أجل إنعقاد المشاورات والتوصل إلى السلام بالرغم من استهتار الطرف الآخر باستحقاقات السلام وتنصله من الالتزامات أكد الوفد الحكومي أيضا سيستمر في دعمه وتعاونه مع المبعوث الأممي إلى اليمن إسماعيل ود الشيخ للوصول إلى السلام ولتلبية تطلعات الشعب اليمني التواق إلى عودة الدولة والأمن والاستقرار إلى كافة المدن والمحافظات مشاهدين الكرام نذهب إلى فاصل قصير ومن ثم نعود للصحفة العربية في أعدادها اليوم فابقوا معنا نعود الترحيب بكم مشاهدين الكرام نصحبكم الآن إلى الصحفة العربية الصادرة في أعدادها اليوم والبداية من البيان عنوانت مصادر سياسية يمنية للبيان تقول التمرد يسعى إلى تكريس واقع الانقلاب المتمردون يتهربون من الكويت والشرعية تتمسك بالسلام تقول الصحيفة الإماراتية استمرت طرف المتمرد في اليمن كعادته وللمرة الثالثة على التوالي في نكث العهود ومحاولة المماطلة وكسب الوقت في التهرب من أي حل ينهي الانقلاب ويعيد الشرعية والسلام إلى البلاد تفيد الصحيفة أيضا إذ يسعى لتكريس واقع الانقلاب في اليمن من خلال إفشال مشاورات السلام التي كان من المفترض أن تبدأ في الكويت يوم الاثنين ناقضا كلما تعهد به قبل أيام ومطالبا بتعديل جدول الأعمال بحيث يتم تشكيل حكومة جديدة يكون له فيها نصف المقاعد ليوكل إليها مهمة تنفيذ قرار مجلس الأمن إثنين وعشرين ستة عشر بعد إسقاط البند الخاص بعودة الشرعية وقالت مصادر سياسية رفيعة للبيان الطرف الإنقلابي يضع على الأمم المتحدة جملة من الاشتراطات تصب كلها في خانة التنصل من تنفيذ قرار مجلس الأمن الدولي رقم إثنين وعشرين ستة عشر والعمل على تكريس الإنقلاب كواقع ينبغي على اليمنيين والعالم القبول به والتعامل معه وبحسب المصادر فإن الإنقلابيين وبعد أن أبلغوا الأمم المتحدة موافقتهم على موعد ومكان إجراء محادثات السلام وعلى الجدول المقترح للقضايا التي سيتم مناقشتها إضافة إلى توقيعهم على اتفاق وقف إطلاق النار عادوا ليضعوا اشتراطات ويرفضوا الجدول المقترحة للمحادثات إلى صحيفة الشرق الأوسط عنونت في إحدى موضوعاتها بصمات إيرانية وراء التلكء الحوثيين إزاء المشاورات تقول الصحيفة أكدت مصادر مطلعة للشرق الأوسط أن وفد الحوثيين غادر صنعاء باتجاه الكويت مرورا بمسقط في ساعة متأخرة من ليل أمس وذلك لحضور مشاورات السلام مع وفد الشرعية وجاء هذا التطور بعد ضغوط أممية مارسها سفراء الدول الخمس الدائمة العضوية في مجلس الأمن على الحوثيين الذين ماطلوا في الانتقال للمشاركة في الموعد المحدد مسبقا وفي غضون ذلك كشفت مصادر يمنية رفيعة للشرق الأوسط أن تلكء وفد المتمردين وامتناعهم عن حضور المشاورات في وقتها المحدد أول من أمس تقف وراءه بصمات إيرانية واضحة خاصة مع اقتراب القمة الأمريكية الخليجية وأمام هذا الموقف قال مستشار لوفد الأمم المتحدة في الكويت المبعوث الأممي إسماعيل ولد الشيخ أصيب بصدمة جراء تغير موقف الحوثيين ذلك أنهم كانوا اتفقوا معه سابقا على كل شيء تقريبا العرب وزفرتهم الأخيرة تحت هذا العنوان كتب حسام أبو حامد مقالا في العرب الجديد وقال حامد شكلت وسائل التواصل الاجتماعي مجتمعا موازيا تعدديا وأكثر تحرورا من إكره السلطة كان مجالا عاما لحركة افتراضية بأعضاء شبكيين لكن غياب المشروع الثقافي وتخلف النظام التعليمي وحجم الهوة بين ثقافتين الشعبية والنخبية لم يتح قدرة على تحويل كم المعلومات التي يتيحها هذا الفضاء إلى معرفة ولم يتحول هذا المجتمع الموازي إلى مجتمع بديل حين عاجز عن إنتاج توافق حول السلطة الأخلاقية التي ينبغي أن تقوم عليها السلطة السياسية استضم هذا المجتمع الافتراضي بحدود الواقع وفي غياب فكرة جامعة عن الحق فإن سقوط رأس النظام من دون سقوط النخبة الحاكمة السلطة العميقة والثورات المضادة والتطرف الإسلامي غياب دور فاعل للمثقفين انتهازية أحزاب المعارضة التقليدية وغيرها أعاقت تحولا ديمقراطيا حقيقيا في ظل مأسسة للسلطة واختزلته في أحسن الأحوال إلى انتقال سياسي محدود واستمرت السلطة رهان المتنافسين الذين لا مشروع لهم سوى الفوز بها في أسوأ الأحوال حلت الطائفية مكان الأديولوجيا والدويلات بدل الدولة والجماعة بدل الوطن والميليشيات بدل الأحزاب السياسية حكست إخفاقات الربيع العربي حالة الاستحصاء التاريخي المزمن وحجم المعضلات المتراكمة والمتداخلة فهل انفجر التاريخ العربي ليطرد ما تراكم فيه من قيح قرون ألا يبدو الانفجار التاريخي نظرية في التبرير أكثر من كونيا نظرية لتفسير يقتضي منا تحمل مسؤولياتنا التاريخية أليست تسليما بفشلنا في رهان المجتمع الدولة واستسلاما لرهانا على تاريخ منفك يسير خبط عشواء وبقي أصحابه على الهامش من دون مشاريع في الاقتصاد والسياسة والفلسفة منذ سقوط غرناطة لم نكف بحثا عن مناف نطلق منها زفرتنا الأخيرة فلمرهان على عون تاريخ لم نجعل منه سيرورة إدراك ذواتنا تسمح لنا بإنتاج هوية ثقافية وطنية تحت ظلال الدولة بل تركناه لهويات ترتكز على الذات وتعرف نفسها من خلال دورها في مواجهة الآخر تنقل صحيفة الخليج عن مصادر حكومية مسؤولة تحذيراتها من أن تلك الإنقلابيين في التوجه إلى الكويت في الموعد المحدد بالرغم من التزام الوفد الممثل للحكومة وهو ما يثير انتباعات سلبية حول جديتهم ونواياهم المبيتة حيال التوصل لحل سياسي ينهي الحرب المتصاعدة في اليمن واعتبرت المصادر أن الحكومة اليمنية لا تزال عند حرصها الشديد على إتاحة المجال للحل السياسي رغم قدرتها على إنهاء الانقلاب باللجوء لخيار الحسم العسكري معتبرة مفاوضات الكويت آخر فرصة أمام الحثيين لإنهاء الانقلاب وللبدء بتنفيذ القرار 22-16 والدفع بخيار التسوية واعتبر الأكاديمي اليمني المتخصص في إدارة الأزمات عبد الكريم أحمد في تصريح للخليج أن إنعقاد مفاوضات الكويت في وقت لاحق للموعد المحدد سلفا حتى في حال حضور ممثل الحثيين وحزب المؤتمر لن يغير الانطباعات التي ارتسمت لدى الكثير من اليمنيين حيال تضاء الفرص التوصل لتسوية سياسية تنهي الحرب وعلمت الخليج من مصادر موثوقة أن ممثلي حزب المؤتمر الشعبي العام الموالين للرئيس المخلوع الصالح أعد ورقة تتضمن مطلبين لوضعهما على طاولة المفاوضات الأولى اشتراط إلغاء العقوبات علي صالح وعلى نجله وعلى عدد من قيادات الحزب المقربة منه والتي فرضت عليها عقوبات تتعلق بوضع قيود على السفر والتنقلات خارج اليمن وتجميد الأرصدة أشارت المصادر أيضا إلى أن النقطة الثانية تتضمن المطالبة بالتسوية آمنة لوضع الرئيس المخلوع من خلال تقديم ضمنات من الرئاسة والحكومة الشرعية بعدم إلغاء امتيازات الحصانة القضائية والجنائية التي منحت له بموجب اتفاق المبادرة الخليجية إلى صحيفة العرب الجديد تابعت إحدى الموضوعات المحلية الهامة وقالت على طرقات اليمن تقول الصحيفة إن مئة اليمنيين في الأودية الواقعة بين المناطق الجبلية والساحلية يعملون في ترميم الطرقات الترابية والإسفلتية بهدف تأمين مرور سيارات المسافرين بسهولة بعدما توقف التمويل لإصلاحها منذ بداية الحرب في البلاد وتضيف العرب الجديد يستمر عمل هؤلاء الأشخاص لفترات طويلة بسبب الأضرار الكثيرة ولسيما بعد هطول الأمطار وتضفق السيول من المنحضرات الجبلية والتي تحمل كميات كبيرة من الصخور والأتربة فتسد الطرقات وتعيق مرور السيارات تسجد الصحيفة أيضا طريقة عمل هؤلاء صباحا كل يوم يحملون مجارفهم ويتوجهون لإصلاح الطرقات لمساعدة الأهالي والحصول على ما تيسر من أموال من سائق السيارات لعلهم يستطيعون تأمين احتياجات أسرهم الأساسية ويشرح أحدهم للعرب الجديد أعيش وأسرتي في ظروف صعبة للغاية حتى إنني لا أستطيع السفر إلى المدينة للبحث عن عمل كالعادة لعدم توفر ثمن المواصلات لذلك أعمل في إصلاح الطرقات مقابل الحصول على مبالغ زهيدة ويشير إلى أن متوسط ما يحصل عليه كل يوم لا يتجاوز 300 ريال يمني أي أكثر من دولار واحد فقط في الوقت نفسه قد يحصل على مبالغ أكبر من فاعل الخير من حين إلى آخر إلى صحيفة القدس العربي اهتمت بإحدى الموضوعات وعنونت سجين سابق في جوانتانمو يخطب ناشطة حقوقية ساعة لإطلاق سراحه تقول الصحيفة إن الكندي عمر خضر الذي كان أصغر سجين في جوانتانمو يخطط للزواج من ناشطة حقوقية كانت قد أطلقت حملة من أجل إطلاق سراحه وكانت الناشطة من أبو غوش 26 عاما التي خطبها ضمن مجموعة من النشطاء الذين أطلقوا حملة للإفراج عن خضر من جوانتانمو وكانت قد قامت بزيارته في السجن المشدد الحراسة بعد نقله إلى كندا وكان خضر المولود في تورينتو قد قضى عقضا من الزمن في السجن المركزي الأمريكي بخليج جوانتانمو في كوبا بعد تم إلقاء القبض عليه في يوليو عام 2002 في أفغانستان باعتباره مقاتلا كان يبلغ من العمر أنذاك 15 عاما وعن المفقودين الذين تغيبهم الميليشيا في أنحاء الوطن العربي كتبت الروائية نجوة بركات مقالا وقالت الكاتبة إن رؤية الميت والبكاء عليه وإتمام طقوس الوداع والعزاء هي ما يجعل فكرة الموت والفقد غير المحتملة تجد طريقها إلى عقول أهله ومحبه أما المفقود أي ذاك الذي اختفى أوضاع بعد أن قص شريط حياته عنوة في لحظة ما في موضع ما ولم يعرف عن مصيره فيبقى هائما ما بين بين فلا هو ميت ولا هو حي إنه في نيجاتي في الصورة وانحكاسها في المرآة في فسحة من الشوق والغياب وشقاء أسئلة معلقة وكوابس قتل وتقطيع وتعذيب على أيدي مصاصي دماء تحفل بهم الحروب الأهلية عامة وحين تمضي الحرب التي خطفت أحبائنا وكانت ذريعة عدم التوصل إلى كشف الحقيقة يزداد الوجع والحريق وقد تيقن أن المسافة التي تبعدنا عنهم تزداد أن ملامحهم في الصور التي نرفعها ونعانقها ونقبلها كبدائل عنهم باتت إلى تحلل واختفاء وأننا لم نعد نملك منهم إلا أسماء لم تخبر عنهم الكثير وستنزل ذات يوم قريب معنا إلى القبور حينها نجلس لنفكر فيما عساه يحفظهم من الاندتار والإمحة يستبقي ذكراهم ويجعل من سيأتون من بعدنا يتابعون مثلنا البحث والانتظار أن نحيي قصصهم أجل بأن نرويها وندوينها حبرا على ورق ونجعلها في متناول أكبر عدد من الأشخاص بانتظار أن يعودوا أحياء أو موتى لا يهم مكتملين أو منقوصين لا يهم المهم هو أن تتم الحكاية فنغمض أعينهم وننام مجموعة مميزة من درسوا بالكاريكاتور أترككم معها وحتى ألقاكم في كوشك الصحافة مرة أخرى في أمان الله وحفظه اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة